السلام عليكم اليوم سنتعلم كيف نعبي الشاحنة بالغاز الآن وصلنا لكازية الغاز ونعبي انك تعبي الشاحنة بالغاز اكيد يختلف عن الديزل بس اكيد كمان مو صعب بجوز الفرق الوحيد انه الغاز بنضغط جوات الخزان بينما الديزل يعني بنسال لجوات الخزان ومثل الديزل اول شغلة هي الدفع الدفع قبل الرفع الآن بعد ما فوتنا الكارت اول شي بنحط الكيلومدراج قديش مشيانة الشاحنة وانتبهوا معي بعد ما خلص انه كتابة الكيلومتراج بيطلع معنا انه حط كلمة السر تبعيت انه الشاحنة نحن هون بالزاوية فوق الشاحنة كل شاحنة في الى رقم الشاحنة مطلوب مني بعد بيقالي حدد انه شو نوع الشاحنة فولفو و لاسكانيا من حدد له انه فولفو اللي معي اليوم وانتبه يسألني انه انه نوع من الغاز بالدكت عبيت طبعا فيه ثلاث انواع بس يعني انحن ما رأع شرحون لان الفيديو اليوم نحن ما نبسضد هدا الشي واخر شي بطلب مني الرقم السري تبع الكارت كارت اللي استخدم في مشان تعبعي وهلا عبخبرونا انه فيه معنا خمس دقايق مشان نبالش نعبيه هلا اول شي عنا السمام هذا لازم نسكره بعدين في عنا كابل التأريض يعني هذا نفسه بالعادة بالشرطان الكهرباء بيكون فيه سالب وموجب وفيه ارضي هذا التأريضي هذا يعني بتوصل مع الارض مشان سحب الشحنة هذا فائدته يعني مشان ما يعمل اي شرارة وهي شرارة تعمل انه انفجار لا سمح الله او يشتعل النار هلا بعد ما فتحنا الغطاء هي الخطوة المزبوطة انه لازم ننظف التم هذا بفرد الهواء ولكن هذا الاسبوع فرد الهواء ما عم بيشتغل معه بعرف شو السبب لذلك رح نجيب الخرطوم او النربيش تبع الغاز هاي الرأسية وراح نفوتها بالتم هني ونثبتها هلا منفوت الفوهة هاي جوات المكان المخصص له وبنبرمو منشده عالطرف اليميني متل اي يعني برغي منشده نفس الطريقة وهلا اخواتي منتوجه مرة تاني للكالزية وفي هون بدي فارجيكم في هون زر اخضر هو المسؤول عن التبريد اول شي لازم اي تبرد مكان التوصيل مشان الحرارة ما تقدي يعني لأي يعني انفجار او يعني حريق اول شي بقلك كبوس الزر الاخضر هذا مرة وحدة بس ضغطة وحدة بنضغطه بتبلش عملية التبريد ما بعرف اذا لاحظتوا او لا بس صوت التبريد بلش وحلا رحصورتكن هون مكتوب انه قديش بلش سعر الكيلو بتبع الغاز لاحظوا معي صوت التبريد حتى لاحظوا هون اخوتي بلش يصير متل جليد هلا عملية التبريد خلصت ولاحظوا هون الضو الاخضر بلش يشتغل متل فلاشينج وهون بالشاشة الصغيرة مكتوب انه بكبوسك زر الستارت منشان يبلش التعبئة طبعا الضر لازم يتم مكبوس و بس تشيل ايدك رح يوقف شغلة اخوتي الخطوات هاي مو بكل الكازيات نفس الشي لازم انه تنتبه انه نفس الكازية اللي انا عم بحكي عليها الخطوات هاي بتشتغل في غير كازيات مثلا الزر الاخضر هدا انت مو مالك مجبور تم كابس عليه بكف بضغطه واحده وهو بيعبي بس بالكازية هاي طالبين مننا انتم كابسين الزر انه لدرجة اللي بدنا نعبي فيها هنه حاطين انه مثل انه اذا انت بدك توقف التعبئة تشيل اصبعتك عن الزر او ايدك يعني طبعا انا ما ارح شيل اصبعتي لحتى ما هو يفصل اوتوماتيكي وهلا تقريبا نحن خالصين نحن انتهينا من عملية التعبئة وعبينا تقريبا 108 كيلوات وهلا منشيل اصبعتنا او ايدنا عن الزر وهلا مكتوب عنا بالشاشة هون بالشاشة الصغيرة انه لازم نستنى تقريبا دقيق او ثانيتين قبل ما نبلش انفك النبريش او الخرطوم وهلا 4 3 2 1 0 هلا صارتين انفك النبريش منشيل كبل التقريض اول شي وبعدين منفتح الصمام هذا واخر شي منشيل النربيش تباع الغاز ما بعرف شو الحكمة بس فرج الهوا هلا اشتغل بلش اشتغل فرح اقوم بالعملية التنظيف وما منسى الغطعم الرجوع لمكانه اخر سوف افكر هذه الصورة موجودة بالكازية وموجودة الخطوات يعني خطوة بخطوة ماذا لازم تعمل وليش وشو الاسباب اذا حابين تقروا وتطلعوا اكتر على معلومات فيكم تقروا هون الشباب نهاية التعليق واللايك مسموح الاشتراك بالقناة شوي صعب بس خلاص خلاص ما في مشكلة اذا انت اول مرة متفرج على الفيديو خلاص لك مسموح اخي الكريم فيك تشترك بالقناة